اتفاقية استقدام الخادمات نصت على شروطها يفترض أن تحفظ حق المواطن استنادا لشريعة التعاقد التي تقتضي بوجود حقوق لكل طرف وواجبات عليها لكن واقع الحال أصبح غير ذلك في ظل التجاوزات التي تشكل خطورة على العائلات من سرقات وهروب وحتى وصل الأمر إلى القتل من قبل العاملات يعني بداية أول واحد بتحمل الجرائم هاي هو مكتب العمل اللي جابها من بره لأنه هو اللي سأل عنها هو اللي اختارها هو اللي شاف سلوكها هو اللي طبعا بإشراف من الوزارة هو اللي سمحت له طبعا بالموافقة لأنه هو هو واجهتنا هناك لازم يعرفوا ماضية أو على أقل كل فترة أنهم بشيكوا شو اللي جبتوهم شو اللي اجوا شو اللي راحوا ويبقى السؤال من يتحمل مسؤولية هذه التجاوزات السلبية هل هي مكاتب الاستخدام التي أدارت الظهر الاتفاقية ووكلاء الاستخدام في دول توريد العمالة أداروا ظهورهم أم هي الحكومة وزارة العمالة تجيب عدد معين بتكون مش عارف شو خلفياتهم هم الخادمات أما المكاتب أكيد بيكونوا عارفين وبكونوا مفرزين كل واحدة وين كان تشتغل وين كذا هاي وهاي هي فأكيد المكاتب هي المسؤولة أنا شخصيا تعرضت لهذا الموقف بخادمتين يعني كانوا عندي ولكن الحمد لله موصل لموضوع القتل لكن موضوع السرقة موضوع الاتزاز الشركة نفسها يعني لازم تكون تعرف مين هم هدول وين أصلهم أكيد الشركة نفسها يعني ويبقى المواطن حيطه واضي وظهره مكشوف لتلقي الجلد حتى من البنغلاديشيات والأندونيسيات والسيرلانكيات وسط تقاضي حكومته ووزارة العمل عما يجري حازم السردي الحقيقة الدولية